وعلى موقع المغرب وزيرة الاقتصاد في السعودية تقول تونس منصة استراتيجية للاستثمار المجدي ولتوسيع الأعمال نحو الفضائيات المجاورة مثل فرص دفع الاستثمارات السعودية في تونس وإرساء شراكات مثمرة تخدم مصالح القطاع الخاص في زوز بولدين إلى جانب الإمكانية المتوفرة لتعزيز التبادل التجاري هذو ما كانوا أبرز محاور اللقاء لجمع وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريل الورغي السبعي بحسن بن معجب لحويزي رئيس اتحاد الغرفة السعودية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقولوا أنه فكرة حول أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية بهدف مزيد تحسين مناخ الاستثمار الأعمال الخاصة من خلال تبسيط الإجراءات ذات العلاقة وتكثيف الإحاطة والدعم للمستثمرين وهذا قديش حكينا عليه هي تنبسطوا من الجانب الإداري ومن الإجراءات بش نزيد ونسهلوا على المستثمرين وتأكدوا زيرة في نفس السياق وأنه لتونس من المزايا ما يجعلها منصة استراتيجية للاستثمار المجدي ولتوسيع الأعمال نحو الفضائية المجاورة لسيما الفضاء المتوسط والفضاء الإفريقي عليه بالصعيب سيدة الوزير تونس موقعها استراتيجي مفتوحة على أوروبا ومفتوحة على أفريقيا والمساج يتعدى للعالم أشبعا بطريقة سهلة برشا ويفهموها الناس كل دونك وجدت السبع بالمناسبة الدعوة لرئيس إتحاد الغرف السعودي من خلاله إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال للمشاركة في فعاليات منتدى تونس للاستثمار هذا بشي تعمل في منتصف شهر جوان إجري دونك بشي يكون في عديد من الفرس وانا وهتوزيرت الاقتصاد والتخطيط بمساهمات الصندوق السعودي في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس نذكركم ببعض المساهمات من خلال تمويل عديد المشاريع في قطاعات همه كالتاقة والتعليم والصحة والمية والتطهير والنقل الحديدي والبنية الأساسية وغيرها محمود والله صحيح يتعافي في السعق بل كل شيء على الخطاب اللي لازم يكون بسيط تبقى تعبني العنوين بالحق تكلموا كلم بسيط سوى وزراء ولا سيئسيين ولا غير تكلموا كلم بسيط يسمعوه يفهموه الناس الكل ويترجم سهل بش حتى التكست كتابته بالعربي كيدخل فرنساوي بش يقراه الميتامي حيرش فيه يترجم هول وساهل ما يبدلش المعنى منشيرة أخرى كل حاجة نعملوهم على السعودية باي أما أنت وشنو ما توفر لهم السعوديين كمستثمرين عندهم الفلوس وعندهم الأفكار وكل شيء يلزم أنت تكون مختلف يلزمك توفر لهم حاجات بش المستثمرين يجيوا ما تبيعش لقديم هي قتلك ديجا أعطاتوا فكرة خطر هذي كل معروف أنا روكي قريت الجملة هذي فرحت ديجا قدمت لهم فكرة وأنه رو فما إصلاحات موجودة إصلاحات قاعدة تخدم عليها الحكومة التونسية لتحسين مناخ الاستثمار وايضا الاستثمار والأعمال خاصة على مستوى تبسيط الإجراءات هذي دي ما نحكيه عليه وتكثيف الإحاطة والدعم للمستثمرين هذو ما لبواء المهمين نرى كما نقارنوا بدول أخرى أنه يمشي مستثمر يلقى لبي بين محلولة في 24 ساعة كل شيء يتعمل أوليني 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 لذلك أحنا هذي أهم عنصر يلزم نخدم عليه فكرتي بعلي بعلي بسيطة يا أخويا أعملوا التريتوار صح في اتفاقية ما بين تونس و سعودية للمستثمرين السعودي واضحة وهو هما الأرض في تونس ما همش يزوهم عاها يروحوا بها بش حطها في بلاس أخرى ولا يطيشها في البحر الأرض بش تقعد في تونس معناها كذو سواء السعودية ولا غير لا لا السعودية و بش نحكي لك نحن أي مستثمر معناها هيت نحكي هنا قاعد ينخدم مع السعودية هوا عندهم الإمكانيات هم مدينة دائم أعمل لهم حاجة بش يجيوك أعمل لهم بلاسة قول لهم هذي تحبوا مثلا تصدروا الحليب ومشتقاتهم تاكم اللي هما بهين ما جربناهم عفا في كل البند كدبوزة صغيرة كان يحبوا يصدرهم مثلا الأفريقية في الدول الأفريقية رأوا تلقى لبرودويك تمشي المالابول الكامرون كل شيء مما من إسبانيا كل شيء حتى الخبز من إسبانيا يجيبوا فيه تنجم دول العربية تنجم تونس وصعودية الشاركة مع بعضهم يولي ويصدروا سعودية عندها الطيارات وعن البرودويات حتى ما سعنا هناك التصدير مش ليناها هنا من شيرة أخرى معناها من السعودية إلى تونس من شيرة أخرى من تونس إلى السعودية هاتناعملوا حاجة تشبه للبي بي بي لستارتاب التوينسا اللي نحنا صاعات ما نسميه مجد استارتاب كل ما هو في توريزم في الفلاحة في تثمين النفايات الفلاحية شركة الخدمات ربما متاع الزيتون وشركة الخدمات كي ما تحكي انتي دي الدولة تشجع دي جون توينسا بش يستثمروا هومة وتشجعهم حتى بالفلوس ولا تعملهم فون في السعودية يستثمروا هومة في السعودية والدولة تصع معهم كنتراتو انتي كتونسي في السعودية وانا حلتلك البيبان الدولة تقعد تاكل معك تروى بورسان خايبة هذي بحكاية فارغة هذي الدولة تاكل معك تروى بورسان بش انتي نهار اخر كي تكبر الشريكة متاعك الدولة تقعد تاكل معك جو مانج تيو مانج معك كمان حاشة بسيطة بطريقة قانونية بطريقة قانونية اما الفكرة واضحة تكون تونسي انتي البيبان مساكرة قدامك والمرشي موش كبير والف خبيل اجي ايه تسهلك امشي للسعودية وهز معك خمسة وانس خدما معك غاديك واعمل ستارتاب متاعك سواء في لوح الزيتون ولا في الديشين متاع الدقلة ولا اليو تباشا مجاليت والدولة هذي تاخدوا معك حويج معلش لا وي